السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه? انا معايا لحمة ستيك. هعمل كده هعملها النهاردة بطريقة حلوة. انا بشرة عندي اه تماطماية. وعندي بصلايا كده مقطعها حلقات. اه واحط طبعا بخارات لحمة وفلفل اصمر وملح. طبعا انا هعملها بصوص حلوة قوي يا بنات هيعجبكو. بتخلي اللحمة طعمها حلوة قوي وبتطريها كده وبتكيها مع رزة ابيض رزة بشعرية. آآ بتطلع حلوة قوي بس انا هتبقلها كده الاول معاك حط البهرات. فلفل اصمر وملح وبهرة لحمة. واحط عليها معلقة زبادي كبيرة. ومعلقة كاتشاب. بتبقى حلوة قوي يا بنات اللحمة دي. بتطلع كده طعمها حلوة طرية. بس اتبل الاول اللحمة عندي. قطوارق لوري. البهارات اللي هي طبعا المشكلة دي برضو بتبقى حلوة قوي. معلقة خلي صغيرة. معلقة الخلي الصغيرة دي برضو يا بنات بتدي تراوة كده لحطة اللحمة. معلقة زيت زتون. طبعا لو عندك دي بس الرمان آآ حطي. انا ما عنديش ان كده حطيت آآ معلقة كاتشاب. طبعا اللحمة تبقى عندك كده فيها حطة سمينة عشان تديكي طعم حلو في الصوص بتاعها. او انت بتحمريها كده تديكي طعم حلو. دخلها كده بس الكل التدبيلة كده في في اللحمة. طبعا متركنيها كده ساعتين تلاتة كل ما تركنيها. كل ما اللحمة تشرب من التدبيلة وتبقى حلوة قوي. احط معلقتين زيت. معلقة زبدة كده كده كبيرة او معلقة سمنة بلدي. هعمل الرز هنا. احط كده زي معلقتين رز كبار. انا هعمل آآ الرز حبة وحبة. بيبقى حلو برضو. احمر هنا الاول معلقتين رز. هديهم لون وبعد كده هنزل آآ بالرز طبعا انا غسل الرز عندي. بس هعمر دور الاول في الزبدة كده. ياخدو لون وحنزل بالرز التاني. تقليتين مع بعض كده وحنزل آآ بالمية. او لو عندك شربة برضو وبتبقى بيبقى حلوة قوي. احط الملح. وهادي عليه. وحاسيبه يستوي. اكمل طبعا تدبلة اللحمة. احط هنا معلقة كاتشاب كده. بدل آآ دبس الرمان. بتبقى حلوة قوي برضو يا بنات لما بتحطوا معلقة الكاتشاب دي. معلقة زبادي كبيرة. حبة ملح. طبعا انا حطيتهم بودر وبصل بودر. وملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة. والبصلية دي انا مقطعوها كده بتدي برضو طعام حلوة قوي لما انت بتحمري اللحمة. اللي هي البصلية الفريش دي. لازم تحطي بصلية الفريش كده صغيرة. اكرم اللحمة. اديها كده تشويحة. بتاخد لون وهقلبها على وشة تاني. حط بس حبة روزماري كده بتبقى حلوة برضو بروزماري. كل الحروقة بقى اللي في التوسة دي من تحت ده اللي هي بقى يعملك لصوص طعم حلو قوي. آآ مطرح تحمير اللحمة بيدي طعم حلو قوي للصوص. بيطلع صوص كده طعم حلو. طبعا انت لو عايزة تقطع اللحمة دي شريح كده وتعمليها بيجاتة بالمشروم بالصوص اللي احنا هنعمله دلوقتي برضو بتبقى حلوة. بس انا فضلت عاملها كده الشريحة بشريحيتها كده بتبقى حلوة برضو. حط بس كل الكمية بقى تتحمر مع بعض كده. بيبقى تغيير لما بتغير في طعم اللحمة او نوع الصوص بتاعك بيبقى تغيير وبيبقى حلو للولاد. بس اخدت لون حلوة قوي كرملت كده معي. هنزل بمعلقة دقيق. في نفس الطاصة كله في طاصة واحدة. معلقة دقيق بس كده يعني تديني تقلل للصوص بتاعي. في ناس بتنزل بالكريمة على طول او باللبن. آآ بس انا حطيت معلقة دقيق كده صغيرة. عشان تدي تقلل كده وآآ وطعم للصوص عندي. بس الديق ياخد لون بس كده. وحنزل بكوباية كريمة وكوباية لبن. هنزل الاول بكوباية شربة. اي شربة عندك بقى شربة موسير شربة فراخ شربة لحمة. ما عندكيش حطش كوباية مية. ادوب بس الدقيق كده. وطلع كل اللي ماسك ده في في الطاصة. ده اللي هيعمل لي طعم لصوص حلو قوي. طبعا انت لو عايزة تعمليه الصوص بوني من غير كريمة ولا غير حاجة بيبقى حلو برضو قوي. الولاد بيحبوه. انا خلات استوى شوية في شربتها كده وبعد كده هنزل بالكريمة. كوباية كريمة. كوباية لبن. قلب بس كده اطلع كل اللي في الطاصة. كوباية اللبن. بس ياخدوا يدوا كده مع بعضيهم كده مع اللحمة بس انا عايزة اللحمة تشرب من الصوص. انا مش هملحها ولا حط ملحة ولا حط بوهرات هي فيها كل بوهراتها. هنعمل طبق صغير كده سبانخ سوتيه بتبقى حلو قوي. هقطع كده بصلايا صغير من انا. تبقى حلو قوي برضو السبانخ بقى حلوة يا بنات في السوق ورخيصة وجميلة و. فصنته بصلايا صغيرة. عندي طماطماية. انت يا عايزة تحطش معلقة صلصة حطي بس انا ما بحبش الصلصة. هقطع الطماطم فرش. والسبانخ هقطعها وانا وقفة كده بايدي. تبقى حلوة قوي يا بنات الطبق سبانخ سوتيه كده ما تعمليه كده بتبقى بيبقى جميل بدل ما تبكي وتقلي تقلية و انا هقطعها عشوائي كده. في ناس بتحطها بتحط طبعا الورقة بوراقتها برضو بتبقى حلوة بتحب تحس ان هي بتاكل السبانخ كده الورقة بوراقتها. انت لو عايزة تقطعي اصغر من كده انت ورحتك. بس انا هحط مغرفتين شربة اي شربة عندك برضو معندكيش خطي مية. حبيت شربة كده صغيرين. بس انا مش هسويها قوي. يا دوبك بس كده تشم النار وحطفي عليها. من السبانخ ما بتاخدش وقت. التمالح وفلف القصمر. بس وحطفي عليها مش بتاخد وقت. حلوة قوي. طبق السبانخ داية بنا تجربوه. سهل جدا. انا هنا غرفت الرز. طلع حلوة حبة بحبتها وجميل. احط في اي كده السبانخ لسوتين. طلع حلوة ورحتها جميلة. تغيري في اكلك وفي شكل اكلك. مش هالطول نعمل السبانة خلايا التقليدية. واللحمة طالعة طرية. وطعمها حلوة قوي. والسوس بتاعها طالع جميل. السوس دا طبعا الولاد بيحطوه على الرز بيبقى حلوة قوي بتغيير. حط حبة سوس كده على اللحمة. ولا بيبقى تيل قوي ولا بيبقى خفيف بيبقى حلو. ورحته حلوة. وان شاء الله يعجبكم. واشوفكم في حاجة تانية. والسلام عليكم. لن تقبل في همه يمكن صغير الناس اوال حلوة قبل سوس كبيرا